هيئة الأرصاد بتتوقع أنه فيه النهاردة ارتفاع مؤقت لدرجات الحرارة وبالتالي التقصى هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشمال السعيد وحار على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد كمان بالليل الجو هيكون مائل البرودة على أغلب الأنحاء كمان فيه النهاردة أتربة في الجو مع هدوء في نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غينم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ ظالمية وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين أهلا بك خان أهلا بحضرتك وتمنين عن حالة التقص النهاردة خصوصا أن فيه أتربة المفروضة أنها ممكن تأثر على مرضى الحساسية والجوب الأنفية بالفعل أننا اليوم هنتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية فده هيؤدي لي اتفاع مؤقت في قيم درجات الحرارة وكمان نشاط رياح المصير للرمال والأتربة اليوم متوقع العظم على القاهرة الكبرى تكون 28 درجة مئوية خلال فترة النهار وده اتفاع بمعدل من درجتين لثلاث درجات في معظم محافظات الأمورية عن المعدل الطبيعي وعن الأيام الماضية كمان فبالتاجي إحساسي بالتقص خلال فترة النهار هيكون تقص ماء للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوزف البحري أيضا السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات شمال السعيل تقص حر على جنوب سيناء وجنوب السعيد ده هيكون خلال فترات النهار وتحديدا فترة الظاهيرة مع غياب أشاء الشمس طبعا خلال فترات الليل بيحصل انفصات قيم درجات الحرارة لكن احنا كمان هنحس خلال الليلة اللي جاد إن شاء الله درجات الحرارة مش منخفضة بالشكل كبير عن الأيام الماضية استغرى فترة الليل ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية هتظل معها الأجواء مئلة للبرودة في معظم مخافظات الجمهورية خاصة كمان إنها هيكون في نشاط لرياح ممكن يخلينا نحس ببعض البرودة لكن طبعا هي ارتفعت عن الأيام الماضية اللي كنا نتجل فيها درجات حرارة 15 و 16 درجة مئوية في بعض الأماكن من الجمهورية الارتفاع في درجات الحرارة ده يا فندم هيكمل معنا لحد إمتى هو ده ارتفاع مؤقت لدتو اليوم إن شاء الله يمكن احنا كان عندنا أمس الجمعة ويه اليوم ارتفاع مؤقت في قيم درجات الحرارة ومن غدا الحد إن شاء الله هتبدأ درجات الحرارة تنففض وتعود تدريجيا للمعدلات ويمكن كمان على باقي أيام الإسبوع إن شاء الله نحس بمزيد من انحصات في قيم درجات الحرارة لفترة النهار متوقع أن يتوصل مع منتصف الإسبوع ده لـ 23 درجة مئوية عظم على القاهرة الكبرى فهو هيكون اليوم فقط ويمن غدا إن شاء الله هتبدأ درجات الحرارة تعود المعدلات وتنففض كمان اليوم متوقع أن يكون في نشاط رياح في معظم محافظات الجمهورية من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد نشاط رياح ده سرعاته ما بين 35 إلى 45 كم على الساعة فبالتالي هيأدي إصارة الرمال والأتربة فنشاط رياح اليوم هيكون مسير للرمال والأتربة في معظم محافظات السواحل الشمالية، الواكه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة، بعض المناطق من سينة الأتربة والرمال المصارة ممكن تأدي إلى انخصص مستوى الرؤية الأفقية على الطرق وخاصة طرق المكشوفة والأماكن الصحراوية فلازم نخد بالنا بشكل كبير من الأتربة والرمال المصارة ومن غدا إن شاء الله متوقع أن يكون فيه فرص لفقوط الأمطار على المناطق الساحلية لكن هتظل معانا غداً الأتربة والرمال المصارة أيضاً لأن غداً لسه هتأثر ببعض الكتل الهوائية الغربية فبالتالي هتكون مسيرة للرمال والأتربة وكمان النهاردة نشاط رياح ده هيؤدي ليه اتراف حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط ارتفاع أمواج مابينتين إلى ثلاثة متر خاصة في عمق البحر المتوسط هيكون غير مؤهل تماماً لأي أعمال صيد وملاحة بحرية وأعمال تنزل خيب خليمي أسألك بكرة هيبقى المدارس الولاد نلبسهم إيه الصبح مع وجود طبعاً نشاط الرياح والأتربة اللي موجودة دلوقتي هو طبعاً هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة يعني هتعود للمعدلات ونشاط رياحي خلاناً نحس بمزيد خفاض في قيم درجات الحرارة فطبعاً الملابس اللي هي الشتوية الخفيفة أو اصطحاب جاكت دايماً وإحنا خارجين خلال فترة الصباح الباكر لأبطالهم ومعيحين المدارس لأن احنا خلاص بدأنا نحس بالبرودة وجود نشاط لرياح يزود أحساسنا بوجود انخفاض في قيم درجات حرارة وبرودة أكثر فطبعاً لازم يقالبسين ملابس شتوية يعني هتكون شتوية خفيفة وإصطحاب جاكت عندها الكروب فترة الصباح الباكر أو في ساعات الليل المتأخر مرضى الفترة الصدرية والجيوب الأنفية النهاردة وبكرة إن شاء الله لازم احنا خرجين نرتدي الكمامات لأن الأطلبة والرمال المصارى موجودة معنا النهاردة وبكرة بإذن الله مهم كمان أن احنا لازم تكون القيادة بهدوء تام أثناء انخفاض الرؤية الوفقية في شابورة مكملة معنا؟ الشابورة مش هتكون موجودة معنا خلال الأيام دي حتى منتصف الإسبوع لأن نشاط رياح مش هيساعد على تكون الشابورة المائية لكن هتعود في الظهور إن شاء الله من يوم الثلاثاء المقبل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لكن الأسبة ورمال المصارى بتأذن انتصاد الرؤية الوفقية على الطرق فلازم ناخد بنا بشكل كبير وطبعا لازم نتابع المشارات الجوية لأن الفترة دي تحديدا فيها تقلبات جوية واختلاف في الظواهر الجوية من يوم للتاني فهمهم جدا المتابعا يوميا لمشارات الجوية شكرا جزيلا للدكتورة منارغينم وعضو المركز الإعلامي بهائة الأرصاد الجوية ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجة الحرارة المتوقعة نهاردة ونبدأها بالقاهرة للعظمة فيها 28 وصورة 18 العاصمة الإدارية 28 و18 اسكندرية 29 و17 العالمين الجديدة 29 و16 مطروح 28 و16 دميات 27 و18 بورسعيد 28 و19 بسماعيلية 28 و14 السويس العظمة فيها 28 و15 العريش 28 و14 كاترين 22 و5 طابة 26 و16 حلايب 29 و21 شلاتين 29 و21 شرم الشيخ 29 و20 الغرداء 29 و19 الفيوم العظمة فيها 29 وصورة 15 بني سويف 29 و13 الوادي الجديد 30 و11 أسيوت 29 و13 سوهيك 30 و14 قناة 30 و16 لؤسر 31 و15 وأخيرا أسوان العظمة فيها 32 وصورة 17 مشاهدين هذه كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ومرة تانية نروح لمننا وشازني نكمل معهم فقراتنا شكرا لك يا لمن